السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن تأثير تناول البيبسيكولا على الجنين والأم الحامل وأهم مخاطر المشروبات الغازية على الحامل والجنين أولا مخاطر المشروبات الغازية على الحامل واحد تسبب كمية السكر الكبيرة التي تحتويها تلك المشروبات في ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الحامل فيقوم الجسم بإنتاج الأنسولين بكمية كبيرة ليعمل على خفض المعدل العالي للسكر في الدم وبالتالي تزداد الشهية نحو الحلويات مما يؤدي إلى زيادة الوزن في النهاية اثنين تسبب الإصابة بهشاشة العزام حيث تعمل هذه المشروبات على تقليل نسبة الكلسن في الجسم وبالتالي يضطر الجسم إلى تعويض ما فقده من الكالسيوم من العزام الأمر الذي يصيب الحامل بهشاشة العزام والمعاناة من ألم شديدة في الظهر والقدمين ثلاثة تسبب الشعور بحرقان المعدة خصوصا في الأشهر الأخيرة من الحمل كما تسبب الشعور بالانتفاخات والطرابات للجهاز الهضمي أربعة تسبب الجفاف بسبب أن تلك المشروبات تعمل كمدير للبول وبالتالي فقدان الكثير من السوائل في الجسم خمسة تحتوي هذه المشروبات على نسبة من الكافين فتعمل على زيادة الأرق المصاحب لفترة الحمل وقلة عدد ساعات النوم ستة تتسبب في تعرض الحامل للولادة المبكرة وبالتالي قد يموت الجنين بسبب عدم اكتمال نموه ثانيا مخاطر تناول المشروبات الغازية على صحة الجنين واحد تناول المياه الغازية بشكل مستمر يتسبب في تصرب مادة الكافين من المشيمة إلى الجنين فيولد الجنين وهو ضعيف البنية من الممكن أن يعاني من الإدمان على الكافين وقلة النوم بعد ذلك اتنين تقلل تضفق الدم إلى الجنين لاحتواها على الكافين الذي يضر الطفل ويكسر الكالسيوم والفيتامينات الضرورية لصحته ثلاثة تسبب الزيادة المفرطة في حركة الجنين داخل الرحم بسبب تأثير السكريات الزيادة التي توجد فيها في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وشاركوا في فيديو مع أصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ